في جامعة بئر السبع أقيم حفل تخرج مخصص لفرقة الأسود في جمعية بيت الأمل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يحظوا بحفل التخرج في مدارسهم بما أنهم لم يحظوا بحفل تخرج في مدارسهم بشكل كافي أو يليق فيهم كطلاب خرجين من الثاني عشر فقرنا أن نفتتح سنة عشان نبلش تعنكل في إجرنا اليمين فيها ويبلش نحو الخطوة الجاي هم يأنهوا عشر سنين في جمعيتنا ومتمنى لهم كل النجاح وحدودنا هي السماء على مدار عشر سنوات عاش هؤلاء الطلاب الذين يتم تهميشهم لدى الكثير من أبناء المجتمع في الفعاليات اللامنهجية حيث أنهوا هذه الرحلة الشيقة والشاقة بحفلة لينتقلوا إلى المرحلة القادمة في حياتهم لانخرط بعضهم في سوق العمل أو الحياة الأكاديمية بيت الأمل بشكل عام بدت الفكرة تبعتها لكل أطفال اللي عندهم احتياجات خاصة وما في أي إطار يحتويهم وما في أي إطار يدعمهم خصوص في الوسط العربي وفي الوسط المجتمع البدوي في النقب فأحنا كنا زي مجموعة شباب اللي بدينا حتى ندعمهم وننمي المواهب الموجودة عندهم من مبدأ أن كلياتنا سواسية وكلياتنا زي بعض وما في فرق بين أي واحد فينا سعادة لا توصف على وجوه الطلاب وأهاليهم والمتطوعين من الطلاب الجامعيين رسمتها فقرة الفنان بشار عودة ابن ترشيحة الذي تبرع بالحضور حتى بإرسبع